أهلا معكم أخوتي السلامة ربي صاحب قلوبكم مجد أب والابن ورح القدس أمين سألنا أحد الأشخاص العزيزين على قلبي ليش عيد مربطرس وبولوس بالتسعة وعشرين حزيران جاي مع بعضهم مش كل قديس لحده ليش وضعت الكنيسة عيد كبار القدسين هن من كبار القدسيننا بالكنيسة ونشأة الكنيسة ومربطرس وبولوس معروفين مربطرس سخرة الكنيسة وعلى هذه السخرة أبن كنيستي ومربطرس هو المعلم وهو رسول الأمم ليش الكنيسة ما عطت لكل واحد منهم هيك يوم خاص أو عيد خاص فيه أخوتي الجواب على هالأمر هيدا من شوفه أنه أول شيء ما في شيء بالصدفة والكنيسة بإلهام من الروح القدس وضعت العيد عيد مربطرس وبولوس بنفس اليوم لسبب كتير مهم كان كلنا بنعرف أنه عيد القديس أخذت العادة أنه بيكون بيوم استشهاده أو يوم انتقاله إلى السماء يعني حتى لو مات موت طبيعية بيوم موته هي انتقاله إلى السماء بيكون عيده فمربطرس وبولوس مع مربطرس وبولوس اختلف الأمر لأنه مع مربطرس وبولوس ما كان معروف أبدا اليوم اللي ماته فيه حتى السنة إنما محصورة الأمور بوقت المجرم نيرون بروما يعني محصورة السنين بين سنة 64 ل67 حتى ممكن تمتد لـ 68 إنما هي محصورة فقط بأسنين بين 64 ميلادية و 67 ميلادية استشهد ماربطرس وماربولوس واستشهدوا اتناتهم بروما إنما طبعا الأماكن مختلفة اليوم مختلف وتقريبا في دراس تقولون حتى السنة مختلفة إنما ما بتطلع السنة برات الـ 64 لـ 68 بحد أقصر هلأ ليش الكنيسة وضعت العيد بنفس اليوم أخوتي الكنيسة عطول كانت تتحط مناسبات دينية تتلغي مناسبات وثانية وروما كانت مدينة وثانية كان لنا ماربطرس هو السخرة وماربولوس مبشر الأمم فنحن بوليسياء التبشير مشان هيك بالأديم كان يحسوا أنه معدود ماربطرس بمثل الشرق لأنه بقى هون وماربولوس صار بمثل الغرب رأى على اليونان وبرم طبعا برسائله العديدة صار كأنه مبشر هو إلى الغرب إنما بدي أقول أنه نقطة كتير مهمة ماربولوس وماربطرس هن إلى الشرق والغرب يعني ما في أن نحصر لا ماربطرس بالشرق أو بالغرب ولا ماربولوس بالشرق أو بالغرب هن إنما نحن عم نقول لأنه خارج أسوار أورشريم كان ماربولوس هو مبشر الأمم اتنينتهم راحوا على روما ماربطرس صلب مات صلبا إنما قال لهم أنا ما بستحق إنه أصدب كمعلمة فان صلب بالقلب وماربولوس قطع رأسه الكنيسة عملت أخوتي 29 حزيران تحتى تلغي أهم مناسبة عند الوسانيين وهي مناسبة الأخوة ريموس ورومالوس هن مؤسسي روما والأسطورة بتقول إنه في ذئبة هي اللي أرضعت هل الولدين الأخوة هي اللي أرضعتهم بس بنهاية أخ قتل خيو واستلم هو الحكم وتسمت روما على اسمه لا رومالوس هو اللي ربح وتسمت روما على اسمه أو على اسم التلال اللي موجودة بطريقة روما روم اللي هي معناته القوة إنما الأسطورة بتقول إنه هيدا الإنسان اللي ربح اللي ردعتهم الذئبة هو اللي تسمت روما على اسمه ونحن أخوتي مسيحيا كان كل إنسان بده يعمل مسيحة بده يتعمد فكانت الكنيسة تعمد كل الشعب الوثني وتجيبه على الكنيسة حتى أخذنا نحن المسيحيين إنه كل معبد وثني كنا نعمده نعم نعمد المعبد نعمد الحجر ويصير المعبد الوثني هو كنيسة كتير من المعابد الوثني بدي أخوتي حتى بلبنان بإيطاليا بكل العالم بكل العالم مطرح مكان في معبد وثني حتى بأفريقيا لما وصلوا المبشرين كل بلد في قلبه معبد وثني تحول هيدا المعبد الوثني إلى كنيسة فنحن كنا كمان نعمد البشر والحجر فرومة بحد ذاتها يا أخوتي شوفوا قدرة الله وروعته رومة بحد ذاتها تعمدت رومة بحد ذاتها كله كله الحجر والبشر تعمد وبدي هون ركز كمان على الحجر تعمدت رومة بكلمة فيها تعمدت بدم الشهداء تعمدت بالحريق اللي انحرقوا فيه بوقت نيرون وتعمدت باستشهاد مربوتروس وبولوس على أرض رومة وهيك رومة بتكون معمدة بدم الشهداء وأكبرهم وأهمهم بالنسبة لأقلنا مربوتروس وبولوس مربوتروس الصخرة اللي عبتم بنى عليها الكنيسة ومربولوس هو المعلم لهذا البنيان اللي صار يعلم بكل كنيسة عبتم بنى على هالسخرة كان المعلم هو مربولوس شوفوا قرب كيف اختار اختار السخرة والمعلم وكيف نحن بدنا نفصل بيناتهم هن هن اعمدت الكنيسة ما بنفصل بيناتهم حطينيهم انه هن بدل الاخوة اللي قتلوا بعض صار هن الاخوة اللي عيشوا العالم كل ياته بنعمة ربنا يسوع المسيح وبتعليمهم عن ربنا يسوع المسيح صار هن رأسي الكنيسة مربوتروس وبولوس وطبعا كلنا بنعرف نحن انه مربوتروس هو يعد اول بابا على الارض اول بابا للكنيسة واول معلم للكنيسة مربولوس اللي هن استشهدوا بروما وروما القديمة اتسست عام 753 على ايد الاخوة اللي ردعتهم الذئبة انما اليوم نحن عم نحكي عن قدسان عظمان مربوتروس وبولوس اختارت الكنيسة انه تمثل عالم الوثنية بهول الاخوة اللي ردعتهم الذئبة وتحط تاريخ جديد بعهد جديد بمربوتروس وبولوس اللي اصبحوا اليوم العهد الجديد بروما ما بقى روما وثنية صارت روما سماوية ان شاء الله بنعاد عليكم بعيد مربوتروس وبولوس وهيك بنقدر نعرف انه مربوتروس وبولوس اجوا وعيدهم بدل عيد وثني هو تأسيس روما بال753 صار تأسيس روما مسيحيا وليس وثنيا امين